السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محامي شيرين يكشف حقيقة مغادرتها المستشفى مع حسام حبيب لتفاصيل أكتر قبل ما ندوز الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد كشف المستشار ياسر قنطوش محامي الفنن شيرين عبد الوهاب تفاصيل حالتها الصحية وحقيقة صورة المنتشرة لها والتي زعم مروجها أنها التقطت لها بعد خروجها من المستشفى بصحبة حسام حبيب إلى جانب حقيقة إدمانها المخدرات وأكد قنطوش أن شيرين خرجت من المستشفى بناء على تقرير من مجلس الصحة النفسية موضحا نشيرين عبد الوهاب بصحة جيدة وطلعت تقرير من مجلس الصحة النفسية بأنها لا تحتاج إلى العلاج الإلزامي وبناء عليه خرجناها النهاردة من المستشفى ورجعت بيتها وشيرين قبل ما تدخل المستشفى بأسبوع كانت عاملة حديثة كبيرة والآن حالتها الصحية بتسمح لها بمزاولة حياتها الطبيعية وهي لو تعبنا ما كانشها يطلع تقرير من مجلس الصحة النفسية إنها تطلع فورا أضاف محامي شيرين إحنا طول الوقت بنتعرض لحملة مدفوعة وموجهة بتشكيك في شيرين ومرض شيرين ومحامي شيرين ولكن الحمد لله كل حاجة ظهرت للرأي العام وخرجت لبيتها بالسلامة وهي الفترة الجاية هتكون مركزة في شغلها وحياتها الفنية وما فيش أكتر من كده وقال قنطوش إن شيرين لم تخرج من المستشفى برفقة طالقها الفنان حسام حبيب كما أشيها خلال الساعات الماضية مؤكداً شيرين ما خرجت شي مع حسام حبيب وكل الصور دي قديمة وهي هتستريح شوية وإن شاء الله في القريب العاجل هيكون فيه فيديو مصور لها هيوضح كل حاجة وختم حديثه قائلاً أنا مبارح حولت أدخل المستشفى بصفة ودية لأن وجودها في المستشفى بقى اختياري ومش إجباري ومن حق أي حد إنه يزورها ولكن إحنا منعنا من دخول وهي طلبت مني إني أنشر تسجيل صوتي دا علشان الناس اللي بتتير الشكوك وبناء عليه صدر القرار وخرجت لبيتها والفنانة شيرين عبد الوهاب قد غدرت المستشفى خلال ساعة القليلة الماضية بعدما تحسنت صحتها وبعد تعافيها من الإدمان وأكدت مصادر أن قرار المستشفى بخروجها جاء بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتأكد من سلامتها والحمد لله على سلامة شيرين والحمد لله الخروج دياله من المستشفى وتطمننا عليها وهنا عنكم وصلنا لنهاية الفيديو ومع السلامة في فيديو مقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة